بالحديث سياسيا عن تطورات اليوم الكبيرة والمثيرة معنا مباشرة أستاذ الأعلام السياسي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني دكتور أهلا بك يعني يوم حافل شهده العراق من الشمال إلى الجنوب يعني كيف تابعت التطورات الأخيرة في المنطقة الخضراء يعني من تجديد الثقة وحتى قصف محيط البرلمان بالقذائف نعم هو يوم بالفعل يوم حافل وصعب على العراقين المدنيين وفيه تحديات من قبل هذه الظروف الأمنية الظروف السياسية حتى على الأحزاب والكتل السياسية التي وصلت إلى قبة البرلمان والتأمت وحققت النصاب بتجديد الثقة للسيد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وهذا طبعا يتحقق في دورة متوقفة فيها الحياة السياسية يتم التجديد لرئيس البرلمان لمرتين هذا هو امتياز لرئيس البرلمان وأيضا اختيار نائب أول من الصف المستقل وليس من الصف الحزبي بالتأكيد هذا تطور نوعي لذلك نحن أمام منجز سياسي جديد بالنسبة على صعيد البرلمان نقول أن العجلة تحركت خطوة هذا اليوم الذي توقفت فيه العجلة على مدى 11 شهر اليوم تحركت خطوة وخطوة الألف ميل تبدأ بوحدة عسى أن تتحرك وفعلا تمضي القوة السياسية بمراهنة التحديات التي أمامها وتنتخب رئيس جمهورية من أجل اختيار رئيس للحكومة هذه تحديات من ضمنها التحديات الأمنية والقصف الذي طال المنطقة الخضراء بأربع صواريخ وفي شمار العراق أيضا صواريخ عديدة نزفت دماء العراقيين هذا كله حقيقة يضع القوة السياسية والفاعل السياسي العراقي أمام مسؤوليتها التي لا بد أن يمارسها بأسرع وقت وبمفهوم الوطنية العراقية لتجاوز هذه العاقة دكتور نعود إلى السيد الحلبوس يعني اليوم أطلق بعد تجديد الثقة به وثيقة بغداد للحل السياسي الشامل وأيضا دعا القوى إلى الاجتماع بالقاعة التي كتب فيها الدستور ما أهمية هذه الوثيقة الآن وهل ستنجح بجمع الفرقاء؟ هذه الوثيقة هي مطلوبة من رئيس البرلمان وعندما ينتخب للمرة الثانية من قبل نواب البرلمان ويرفضون استقالته بمعنى تجديد الثقة له هذه تجعله أمام مسؤولية من الضروري أن يتحرك ضمن طرح مبادرة ويتحرك بحجم المسؤولية التي يمارسها بإدارة البرلمان بمعنى البرلمان لحد الآن لم يستكمل واجباته الدستورية سوى بإعادة التجديد والتأكيد على اختيار رئيس البرلمان إذن هذا الرأي يتضمن وثيقة باسم بغداد نعم بغداد تستحق هذا الأمر وهذا يتطلب على مدى الجهود التي سيبذلها رئيس البرلمان باعتباره هو من أطلق هذا الرأي وفيها مضمون لا بد أن يكون إجرائيا في المرحلة المقبلة وكما حضرتك سمعت بأن السيد خميس الخنجر أكد في تغريدة المباركة على أن هذه هي خطوة الأمل التي من المفترض أن تجعل كل شركاء الوطن أمام مسؤولية الحفاظ على التعايش السلمي الحفاظ على الاستقرار والأمن وتشكيل حكومة وقبلها تشكيل اختيار انتخاب رئاسة الجمهورية بالتأكيد هذه هي من الأمور الضاغطة اليوم ترجمة نانسي قنقر